رح أعطيك اليوم تطبيق بيحول كاميرا موبايلك لكاميرا احترافية فيك تصور من خلال الفيديو أو الصور مثل أي كاميرا احترافية يعني فيك تتحكم بالإعدادات وبكتير أشياء ورح أعطيك إعدادات مثلة وبعض النصائح لحتى تصور فيديو بشكل احترافي وكأنك صورته بالكاميرا خلونا نبلش مرحبا يا سعدواتكم أنا محمود الجبالي من الكاميرا زوجتي ورامة طحان لحصناع أفلام مع ما نحاول نفيدكم بهذه الدروس القصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام مثل ما حاكيت اليوم رح أعطيكم اسم تطبيق من خلاله فيكم تستخدموا الموبايلك كاميرا احترافية وأيضا رح أعلمكم على بعض الإعدادات لحتى تصوروا فيديو بشكل جيد رح أعطيكم بعض النصائح وبعض التعليمات لحتى تبدو هذا العالم من خلال موبايلكون وتنتقلوا بعدين لأجهزة متقدمة أكتر بالرغم أنه أنا وزوجتي مرضانين وأيضا أنا رحت إسعاف على المشفى قبل أيام وحتى إيدي الثاتة شاهدة بالتحاليل لكن مشان تعرفوا قديش أنتوا غالين علينا رغم مرضنا ورغم تعبنا قررنا نعطيكم هاي المعلومات وهي الحلقة رح نبدأ مباشرة بحلقتنا صراحة التطبيق هو عن موبايلي مثل ما حكيت رح أفتح الجوال هذا هو تطبيقنا أصدقائي اسمه برو كام اكس هذا التطبيق بكل بساطة فينا نصور من خلاله الصور أو الفيديو لكن الجميل فيه أنا بقدر بتحكم بالإعدادات بشكل كامل هل فيه أصدقاء رح يقولون أنا فيه موبايلي بقدر بتحكم بالإعدادات لكن كتير من الموبايلات ما فينا نتحكم بإعداداتها مثل آيزو مثل شاتر سبيد مثل وايت بلانس وأيضا الفوكس ما شفت موبايل فينا نتحكم بالفوكس بشكل كامل مثل ما شفته بهذا التطبيق طبعا أصدقائي أول ما نفتح تطبيق بطلع لنا بهذا الشكل الإعدادات بتكون أوتوماتيك إذا أنت كنت بدك تصور فوتوغراف أو فيديوغراف لازم تصور بإعدادات منول تروح تشوف حلقة مثلث التعريض لحتى تعرف عن إيش عم نحكي شاتر سويد عم نحكي على فتحة العدسة أو الأبوتشر وعم نحكي على الوايت بلانس وإلى آخرية فشوف حلقة مثلث التعريض وبعدين شوف هاي الحلقة طبعا أصدقائي بالقائمة أول شي في عنا شاتر سبيد والمقصود بشاتر سبيد هو سرعة الغالق ففعليا إذا المشهد نورمل فيك تحطى 50 نفرض أنا بدي حطى 50 مثل ما محطوط عندي أو إذا بدي حط أوتو هو آخر شي لكن أنا ببنصح فيه أبدا أوكي في شي عنا بعدين آيزو الآيزو أنا بنصح يكون أقل قيمة ممكنة لأنه كل ما رفعنا الآيزو أكتر رح يصير عندي نويز بالصورة لكن هون بحالتنا خلينا نحطه 100 كون كاميرات DSLR أقل قيمة فيها 100 بعدين في شي عنا هون الـF هون يا أصدقائي المقصود فيه الفوكس الفوكس هون وهي صراحة أرهب ميزة فيه من تحكم الفوكس بشكل يدوي بشكل كامل طب الفوكس شو بفيدنا مثلا أنت بدك تصور مشهد كيف الأضوية مغبشة أيضا بدك شيء تركز عليه من غير ما الكاميرا تروح وتيجي فميزك تستخدم هذا الفوكس مشوف كيف غبتش صورة عنها من إذا نعمل هيك لحتى توضح المعالم قدامي وإذا بدك تحطه أوتو فيك تحطه أوتو لكن إنه رح يظل يتبع الأشياء يلي عم ننقر عليها طيب وشايفين كيفك إذا نصور فيديو كيف بياخده بيعطيه فهذا الشيء ما فكتير فيدنا بتصوير الفيديو خاصة أوكي white balance يا أصدقاء white balance هو درجة حرارة اللون الأبيض فيك تحطه أوتو لكن أيضا ما بنصح حيث يتغير مجرد ما تغيرت الأشياء اللي مرت دام الكاميرا لكن في حال كنت أنت عب تستخدم إضاءة بيضة تقريبا فيك تستخدم القيمة 5600 في حال كانت إضاءتك حمراء فيك تستخدم 3200 كالفين أو في أمر يا أصدقاء أنه في أشياء جاهزة فيه مثلا في حال كنت عب تصور بإضاءة بيضة فيك تحط الغيم أو إذا كنت عب تصور بظروف تانية في الشمس مثلا فيك تحط هيك أو إنت عب تصور بلمبة نيون أو 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 أوتو خيار التحت طيب خلونا نحكي شوي إذا بدنا نصور حلقة يوتيوب أو بدنا نصور حلقة أو مقابلة أو أي شيء كفيديو شو الإعدادات المثلة طبعا هذا الشيء مثل ما قلت بيرجع لكمية الإضاءة الموجودة ولازم تشوف مثلة التعريض لحتى تفهم القيم الصحيحة يلي لازم تختارها لكن بشكل عام أنا رح أختار حسب الإضاءة المتوفرة عندي أذيقائي الشتر سبيد إلا واحد على خمسين أنا بدي حطه فينا نرفع شوي للمية ميتين إذا كانت مقابلة مشان تطلع حدية أكتر الصورة الآيزو حطيته مية أيضا فوكس أنا أبدا ما بحطه أوتو متل ما إلت مجرد ما أنا تحركت رح يضلي أخده يعطي فوكس وغبش وأرجع وهذا الشيء منلاحظه بكتير حلقات للهوات إذا أبصوره من موبايل فأنا بحطه منيول وبعير حسب الجسم يلي قدامي وبعده هيك صار واضحة بشكل عندي أيضا الوايت بلانس أصدقائي بحطه حسب القيم يلي حكيت عندي أنه الفروض أنا عندي هون الإضاءة شوي صايرة حارة فأنا بحط شمس مثلا أعطاني تقريبا درجة حرارة لونية اللي أنا بحتاجها هلأ أنا مجرد ما تحرك أي شيء قدامي الكاميرا منشوف أنه ركز على شيء معين يلي هو الكمبيوتر فكسار عندي كأنه كاميرا لعب تصور بإعدادات ممتازة بينما أنا لو حطيته أوتو قلنا نحط أوتو ونجرب شايفين كيف بتغير الإضاءة أو بتروح هذا الشيء أبدا ما بيعطيني صورة صحيحة وخاصة بتصوير الفيديو إذا طبقتوا هاي الأشياء بوعدكم أنه اللي بشوف الحلقة ما رح يعرف أنتوا صورتم موبايل وخاصة في حال كانت تكميت إضاءة جيدة وبحب بشركن يا شباب هذا التطبيق مجاني فيك تحمله وتنزله بدون ما يطلب أي عملية شراء أو بدون ما يحبط لك أي علامة مائية هاي كانت معلوماتنا لليوم بصراحة المعلومات قيمة لأي حدا حابب يبدأ بعالم صناعة الصوت والصورة بجواله حاليا مع الإمكانيات يشتري كاميرا بنصحكم أنه تبدو بهي القصة أنا محمود الجبري مرى الكاميرا زوجتي ونمطحانح صناعة أفلام عم نحاول فيتكن بهي المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام منحييكم ونقولكم سلامة